ومن اللعيبة الأكتر لعيبة جبتهم أو الاثنين اللعيبة اللي انت جبتهم وعملوا شغل كويس جداً مع نادي الأهل يعني أنا قلت قلت أنه في الفترة هذه مفيش لعبين مفيش لعبين يعني ممكن لعيبة أو اثنين لكن طبعاً ديما حسب احتياجات الفريق جبتهم كما قلت لك يعني إسلام يعني النادي الأهلي لما يطلب رأيي للفني في أي لعيب طبعاً أو يطلب مني أني نتابع على لعيب طبعاً ما عنديش حتى حتى معنى مشكلة بالعكس يعني لأنه علاقتي طيبة بالموجودين حالياً في النادي الأهلي ولا حتى اللي قبلهم يعني طبعاً العلاقة جيدة بالكيان يعني بالناس لأي حد طبعاً كيبدأ كابتن سيد موجود فالعلاقة تكون أكبر كيف كيف يعني أمير توفيق يعني أو اللي قبلهم يعني للأمان يعني أو الكابتن طبعاً الكابتن الخطيب اللي يتمنى له الشفاء إن شاء الله إذا يطلب مني رأيي للفني فالحاجة اللي ممكن الحاجة اللي تحسب الأنيس بوجلبين إنه ما يعني ما نقوله صادق صادق فيه خلاف إنه الحمد لله إنه العين موجودة ولا الخيارات الفنية في أغلب الأحيان تسعين في المئة تكون صح وفي وقتها وهذا كان ينقص الفريق الصدق والأمان يعني يعني أكشفت أنت نتصور إنه في ناس كثير حاولت إنه تدخل أو لكن مش أي حد يكون إذا ما يكونش ثقة كبيرة فيه وإذا ما يكونش معروف بوفاء وصعب جداً فعادي نقول إنه لكنا على ذمة النادي الأهلي في أي حاجة طبعاً أي حاجة تطلب مني نكون موجود لأنه بصراحة يعني قلت لك أنه أثنين فرق فقط اللي ننصح واللي نحاول أنه النادي السفاقسي اللي تربيت فيه والنادي الأهلي هذو ما فقط باقي معناها بعيد كل البعد على المجال هذا لأنه مجال موستهل وأنا أكثر فكري للإدارة الفنية مدرب لأنه الحمد لله حكيت أنت إسلام على السفاقسي مجاحين وحتى قبلها يعني قبلها قد دربت في اتحاد بنجردان في تونس درجة أولى قبلها في الدرجة الثانية في تونس في حمد وكانوا نجاحات في مشيت حتى للدوري اللبناني ممكن ناس ما تعرفش الناس حصرت أن يسبوش البين في الخيارات في الاختيارات أو الصفقات لكن ممكن اللي ما يعرفش السيفي يعني أو اللي ما يعرفش أنه بعد ما كملت كورة دربت كثير والحمد لله أنه نقولون 90% من التجارب ناشحين فلما تكون التجارب فنية ناشحة ما تشوف أنه السيفيقسي الموسم الفارض كانت ثم صعوبات مالية وصلت الترتيب الثاني ومنافس حتى على الدوري فهذا يخليك عندك ثقة أنه في حاجة يعني في حاجة يعني أنه مستهل أنك تدرب فريق في حاجة من الناس السيفيقسي تكون مدرب أول في ظروف صعبة شوية الحاجة هذه خليتني نحب جدا الملعب وكيف كيف يعني لأنه نحس إن شاء الله نقدر ننجح وإن شاء الله أنا مصمم أني إن شاء الله ترجع الملعبة إن شاء الله بمناسبة الصفاقسي